مطاردة من الخرطوم وحتى ضواحي أم درمان ونهب في وقت مبكر جداً ساعة سابعة مساء يعني أين الأجهزة الأمنية؟ أولاً هذا الملمح بدأ جلياً منذ التقيير الذي حدث في الحادي عشر من أبريل يبدو أن الأجهزة الشرطية والأجهزة الرسمية قد كفت يدها عن ملاحقة هكذا جرائم وأحداث تقع في شوارع الخرطوم وتقع في رابعة النهار أعتقد أن هذه القضية الآن لا تنتطح حولها عن ذا هي قضية الفراغ الأمني أو السيولة الأمنية أنا في تقديري أنها نجمت عن عدم تفاعل هذه الأجهزة بشكل كما عهدناها خلال فترة نظام الرئيس عمر البشير كانت هذه الأجهزة بدرجة عالية من الفاعلية وكانت غادرة على إماطة اللسام عن أي جريمة تقع وفي زمن قياسي وفق تقديراتي الآن هذه الأجهزة يبدو أنها لسبب ما أنا أعتقد أنه ليس عدم قدرة لكن هي عدم رقبة إلى حد كبير في أن تقوم بواجباتها كما ينبقي أعتقد أن هذه القضية بحاجة إلى مراجعة جزرية وهل هناك تواضع ما حتى من قبل الإدارة العلية في هذا الأمر لا أحد يعلم الآن الاتهامات والشبهات تطال حتى الذين بيدهم زمام الأمور في البلاد هذه العصابات التي تسمى تزع طويلة هذه المجموعات التي تنتشر في الطرقات وتروع المدنيين والآمنين وتقتحم البيوت أحيانا وتمارس الجريمة في وضح النهار وأحيانا يتم تصوير حي لهذه الجرائم ويتم بس لهذه الأشرطة البعض وفق نظرية المؤامرة يفسر بأن السلطة تريد أن تقول لو أن الجنرالات زاحوا عن السلطة لأي سبب أو استجابوا لرغبة هذا الشارع فإن الأوضاع الفلتان سيصبح أوسع نطاق والأوضاع ستكون أسوأ وبالتالي هي وسيلة أيضا من وسائل الضغط التي تستخدم على المدنيين لقبول وجود ما للجنرالات في السلطة هذا تفسير هذه النظرية أيضا متداولة في الشارع السوداني ويجري حديث حولها ولذلك يمكن تفسير هذه الظاهرة بعدة أسباب أعتقد أن حتى عندما يتحدث حاكم إقليم دارفور في دارفور البعيدة ويقول أن الأجهزة الحكومية والأمنية والشرطية والعسكرية لا تقوم بواجباتها ولا تريد أن تتحرك وأحيانا تتحرك بمقابل هذا الاتهام أطلقوا مني أركو مناوي عن الأجهزة العاملة في دارفور بعد هذا الحديث والتفسيرات لعدم قيام الأجهزة بأعمالها وأيضا الانفلات الأمنية الكبيرة التي تحدثت عنه ودعنا نستصح بمعنى حادثة الاختطاف لم يتم توقيف المتهمين حتى الآن أليز ذلك من مخاوف عدم الأمن حتى تكسر الحوادث مستقبلا في البلاد؟ نعم أنا لا أستبعد أن هكذا حوادث هي جزء من سيناريو ربما هو سيناريو أوسع النطاق وبالتالي الأجهزة هي من تحدي حقيقي الآن الأجهزة ومستقبل هذه الأجهزة أنا أعتقد أن رصيد الأجهزة الأمنية والعسكرية قد استهلك منه الكثير بسبب عدم اطلاعها بمهامها كما ينبقي وأعتقد أن الشرطة السودانية التي كانت تحظى بسمعة جيدة في الأوساط الشعبية وحتى على نطاق الإقليم وحتى على نطاق الدول الأخرى أعتقد أن كيف يمكن تستنزف هذه الشرطة والأجهزة الأمنية هذا الرصيد من الثقة فيها بهذا الشكل أعتقد أن هذه القضية قضية مسعجة ويمكن أن تؤثر على مستقبل علاقة الشعب عموما والمدنيين عموما بهذه الأجهزة وعدم الثقة فيها حتى الظواهر التي برزت خلال المواكب والتظاهر والاتهامات لأن أشخاص يرتدون الملابس العسكرية يقومون بنهب حتى هم بأنفسهم يقومون بنهب المتظاهرين وأنا أعتقد أن هذه الصورة الزهنية التي بدأت ترتسم عن هذه الأجهزة كان الوضع الطبيعي لو أنه استشعر خطرا أن يلجأ إلى الشرطة البعض الآن يخشى من هذه الأجهزة نفسها وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر لحاجة لجلسة ولتقييم تقيق أنا أعتقد أن قادة الشرطة الآن في هذا المناطف التاريخية يتحملون هذه المسؤولية ويجب أن يراجعوا الأداء العام لهذه الأجهزة ويجب أن يلاحظوا كيف يحدث قصور بهذا المستوى في أداء الأجهزة وأعتقد أن هذه القضية يمكن أن تؤثر على مستقبل هذه الأجهزة وبالتالي الثابت في أي دولة هو الشعب وليس هذه الأجهزة هذه الأجهزة طارئة والشعب قد صنعها لكي تقوم بواجبات ومهام لو أن الإجماع الشعبي ذهب في اتجاه أن هذه الأجهزة التي اتمنها على القيام بهذه المهام لم تغم بها كما ينبقي أعتقد أن هذا يسحب الثقة من هذه الأجهزة بالكامل وهذا يهدد وجود حتى الموجودين الآن في السلطة لأن الوضع هذا أنت لا تدري ما المستقبل وكيف تجري الرياح فيه نعم